أم عبد الرحمن من دبي تقول يعني إذا أحببت أن أشتري ذهب من المحل وأعجبتني قطعة بمئتين ألف وحبيت أنني أدفع عن طريق البطاقة يقول تقول زوجي قال لا ما يجوز فقلت لي يعني بأن أنا ما استطيع أنني أشيل مئتين ألف ما الحكم الشرعي في ذلك أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في زوجك أختي الفاضلة يعني إذا كان صاحب المحل شخط البطاقة وأنت في المحل ونزل المبلغ في حسابه مباشرة صح البيع ولله الحمد لأن هذا يسمى القبض الحكمي عندنا القبض على نوعين قبض حقيقي تسلمينه بيدكي قبض حكمي في البطاقة فإذا شخط البطاقة في الجهاز وأنت ما زلت في المحل ما زلت في مجلس العقد مثل ما يسميه الفقهة ما طلعتم وقال لك خلاص أنت شفت الحساب عندك في الجوال انسحب المبلغ خلاص تم البيع ولله الحمد أما إذا المصرف يقول لا هذا بعد يوم أو بعد يومين أو بعد 12 ساعة وأنت مضطرة تخرجين لا هذا ما يصح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فإذا تأخر نزول المبلغ نقول لك لا ما حصل القبض لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب نسيئة أما إذا بنفس اللحظة أو قلت والله قال لك لا هو سينزل بعد نصف ساعة وأنت ما طلعت من المحل هذا ما زال الآن مسألة القبض جارية بطلع بتطلعين لا نقول لك ما يصرح لأنه انفك المجلس أو يعني مسألة القبض تأخرت فما يجز يظهر والله أعلم الحالة الأولى أنه لما يشخط البطاق ينزل في الحساب صاحب الذهب يكون البيع جائز ولله الحمد NO NO MOD 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 MOD